ولكن هذا كل الفريق الوحدة يفتقد إلى التركيز لأنه إلى الآن الأمور المالية يعني يمكن الوحدة هو أسوأ فريق في الدوري من ناحية الأمور المالية لها السبب نجد تأثيرها ونعكاسها على لعبي الفريق في أن هناك عدم تركيز جدا عدم التركيز نجد الفريق أنه يسجل فيه أهداف بأخطاء مستمرة وأيضا يفتقدون إلى التركيز وحتى من ناحية الهجومية يفقد الفريق فرص التسجيل بسبب عدم التركيز لها السبب أن نقول من وجهة نظرة طبعا شخصية من خلال رؤية ما يحدث من الخارج أنا أعتقد أن الأمور المالية ومنسحقات الآبين لها تأثير كبير على الفريق وعدم التركيز في أداء المباراة أنا أعطيك بس الآن قاعد أقرب بعض المعلومات عن الوحدة منذ بداية الدوري أعطيك بس بعض التفاصيل هذه ممكن أن نربطها بوضع الوحدة كمدرسة تخرج نجوم ومواهب على مستوى يعني عقود من الزمن اليوم مثلا أكثر من يلعب عبدالله الشامخ وهو معار من الهلال ليما وهو أجل لا في الرايد عبدالله الشامخ لا في الوحدة عبدالله الشامخ أجل إنتقل ولا في الرايد الشريد ? لا omicsوالشريد في التعاون العام الماضي كان الشامخ أجل في الرايد كان في الرايد ولان في الوحدة نعم أشريد يجل الفعل في التعاون أقول لك أفضله أكثر من لعب وعدد دقائق عبدالله الشامخ معار وليما أجنبي ومختار فلات عايد ويحيم سلم معار مدري عائد وجهاد البعور أجنبي ومعتز الموسى وكذلك كامل المر وكامل الموسى كل هؤلاء الأسماء يا أما طيور هاجرت في عزها وعادتهم كبار في السن أو معارين يعني الوحدة مقاعدة نشوف أسماء جديدة تظهر وتأخذ مراكز مهمة في الفريق كما كانت قبل كان يمكن الوحدة والقادسة يراهنون على الأسماء دائما جديدة أي هناك فرق واختلاف عندما كان الوحدة لديها لاعبين لديها نجوم واعدة نجد أن الفريق كان يستمر في تخريج النجوم ولكن الآن الوحدة خلنا نشوف اللعبين الموجودين لديهم كبار سيء نترك العائدين أو حتى الاستقطابات نجحنا نقول هل الوحدة لديها لاعبين لديهم القدرة على أنهم يلعبوا في دول المحترفين يتواجدون في الفريق الأولمبي أو في فريق الشباب لا